بين مجزرة جمعة الكرامة وما أصاب البلاد من كل هذا الدمار حبل يسمى الحصانة الحصانة التي حمت القتل ومكنتهم من توسيع دائرة القتل والجريمة من ساحة التغيير بصنعاء لتعم أرجاء البلاد سبعة أعوام مضت على مجزرة جمعة الكرامة فشل الجميع في إنصاف الضحايا وتواطأت النخب لطمس ملامح الجريمة يحضر القول في أذهان الكثير أن تمرير هذه المجزرة شجع التحالف الإنقلابي على ارتكاب مزيدا من الجرائم بحق المدنيين العزل كانت الحصانة وصاحبها بمثابة حصان طروادة الذي مكن المجرمين أنفسهم من نشر القتل والدمار على خارطة البلاد وأصبح القتل هنا مشهدا يوميا يعيشه اليمنيون ألاف الضحايا الذين سقطوا منذ الإنقلاب وحتى اليوم لم ينسي اليمنيين فداحة المجزرة الأولى التي مضت دون عقاب ذهب صالح إلى غير رجعة كنتيجة حتمية لما قام به من فعل انتقامي ضد من أخرجوه سلميا من السلطة وعلى من أوكل إليهم عقاب جميع من وقفوا ضمنيا في صف الثورة الشبابية في ربيع 2011 لكن اليمنيين ثابتون على يقينهم أن كل جرائمه والميليشيات الإنقلابية لن تسقط بالتقادم ولن يفلت أحد من عدالة القضاء وإنصاف الضهاية تحذيرات من مخاطر استمرار غياب العدالة الانتقالية عن الجرائم ومرتكبيها تتزامن مع موجة احتواء رموز النظام السابق في صفوف الشرعية الإفلات من العقاب شجع القادمين من خلف التاريخ على استنساخ جرائم من سبيقهم وإن بشكل أكثر عنفا وهمجية وهم اليوم يحيكون بتواطئ العالم مرة أخرى خيوطا لنجاتهم ونسيان دماء وأرواح الضحايا البحث عن العدالة وتحقيقها وحده ما يجعل من الانتقال للمستقبل متاحا وممكنا وما دون ذلك يصبح تكرارا غبيا لتاريخ لم تتم الاستفادة من دروسه في الماضي القريب جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر